بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كم 233 نواصل في الوحدة الثالثة وهي وزن معادلات الأكسدة والاختزال أوزن المعادلة التالية في وسط حمضي بطريقة نصف التفاعل توجد سبع خطوات لوزن هذه المعادلة بطريقة نصف التفاعل الخطوة الأولى هي كتابة نصفي التفاعل الأكسدة والاختزال لكن كيف نكتب الأكسدة والاختزال يجب أولا أن تحسب عدد الأكسدة لكل ذرة في المتفاعلات والنواتج واضح أن عدد الأكسدة للكلور في المتفاعلات هو موجب واحد بينما عدد الأكسدة للكلور في النواتج سالب واحد عدد الأكسدة للكروميوم في المتفاعلات هو موجب ثلاثة وفي النواتج موجب ستة تعرف الأكسدة على أنها الزيادة في رغم الأكسدة إذن قد حدثت أكسدا للكروم بينما حدثت عملية اختزال للكلور لأن رقم الأكسدا قد نقص إذن كتبنا نصف تفاعل الأكسدا ونصف تفاعل الاختزال الخطوة الثانية هي وزن الذرات التي حدثت لها عمليتي أكسدا واختزال الكروم حدثت له عملية أكسدا وتوجد ذرة واحدة فقط في المتفاعلات وذرة واحدة في النواتج أما الكلور فقد حدثت له عملية اختزال وتوجد ذرة واحدة فقط في المتفاعلات وذرة واحدة فقط في النواتج إذن عدد الذرات التي حدثت لها أكسدا واختزال موزون على طرفي المعادلة الخطوة الثالثة هي وزن الأكسجين يوزن الأكسجين بإضافة جزيء ما عن كل زرة أكسجين ناقصة في الطرف الناقص نلاحظ أن عدد ذرات الأكسجين هنا ذرتين فقط بينما عدد ذرات الأكسجين في النواتج أربع ذرات إذا نضيف إلى المتفاعلات جزئين من الماء إذا ذهدنا لتفاعل الاختزال نجد أن عدد الذرات في المتفاعلات واحدة فقط ولا توجد أي ذرات أكسجين في النواتج إذا نضيف جزيء ما واحد فقط إلى النواتج الخطوة الرابعة هي وزن الهايدروجين وذلك بإضافة أيون هايدروجين عن كل ذرة هايدروجين ناقصة إذا حسبنا عدد ذرات الهايدروجين في المتفاعلات بالنسبة لتفاعل الأكسدة نجد أنها أربعة ذرات إذا نضيف إلى الطرف الناقص وهو الطرف الأيمن أربعة أيونات هايدروجين إذا ذهبنا إلى تفاعل الاختزال نجد أن عدد ذرات الهايدروجين في النواتج إثنين ولا توجد أي ذرات هايدروجين في المتفاعلات إذا نضيف إلى المتفاعلات أيونين من الهايدروجين الخطوة الخامسة هي وزن الشحنات عدد الأكسدة للكروميوم في المتفاعلات ثلاثة وفي النواتج ستة إذن الكروميوم فقد فقد ثلاثة إلكترونات عدد الأكسدة للكلور في المتفاعلات موجب واحد وفي النواتج سالب واحد إذن الكلور قد اكتسب إلكترونين الخطوة السادسة هي توحيد المعامل الحسابي للإلكترونات وذلك بأن يصبح عدد الإلكترونات المفقودة يساوي المكتسبة إذن نضرب المعادلة الأولى في اثنين ليصبح عدد الإلكترونات ستة إلكترونات ونضرب المعادلة الثانية في ثلاثة ليصبح أيضا عدد الإلكترونات ستة إلكترونات وبذلك يصبح عدد الإلكترونات المكتسبة يساوي المفقودة الخطوة الأخيرة هي تجميع نصفية التفاعل والتخلص من الإلكترونات في كل المعادلتين إذا حسبت عدد الذرات في المتفاعلات والنواتج سوف تجد أن عدد الذرات متساوي مثلا الكروميوم في النواتج هنا 2 والكروميوم في المتفاعلات 2 الهايدروجين في المتفاعلات 2 وفي النواتج 2 وهكذا بالنسبة لكل الذرات بذلك ننتهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمياء الكهربائية في دروس لاحقة